وقاربنا جدال فيه الثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رفع السماء بلا عمد ومهد الأرض وجعل الجبال لها وتد وأرسل إلينا خير نبي بخير كتاب ومن علينا وأفاض علينا بأن جعلنا من خير أمة أخرية للناس وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه نبي الرحمة رسول السلام أما بعد فمرحبا بالسادة المشاهدين في برنامجكم هذا ديننا واليوم على طريق من طرق الجنة التي رسمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عباد بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة اصدقوا إذا حدستم وأوفوا إذا واعدتم وأدوا إذا أت منتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم اليوم عن أكل الحلال اللهم أطعمنا الحلال وبارك لنا فيه أتدري أن الله عز وجل ينادي علي وعليك فيقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن طراض منكم الله عز وجل أمرنا بأكل الحلال وربما يتسرع البعض ويظن أن الرزق في المال فحسب لا والله بل إن الرزق في الدين الرزق في الإسلام الرزق في الأخلاق الرزق في حسن اختيار الزوجة الرزق في الزرية الصالحة الرزق في حب النبي صلى الله عليه وسلم الرزق أن تنال شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنعم بجوار الحبيب أن تشرب من يد رسول الله شربة هنيئة لا تضمأ بعدها أبدا يا أخي الحبيب جئت اليوم أطمئن قلبك بأن الرزاق هو الله وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ولكن الرزق يحتاج إلى شكر كيف ذلك؟ الله يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ولسان حالي وحالك يقول أوليتني نعماً أبوح بشكرها وكفيتني كل الأمور بأثرها فلأشكرنك دوماً ما حييت وإن أمت فلتشكرنك أعظمي في قبرها فقولوا جميعاً الحمد لله على نعم الله الحمد لله على نعم الله أخي الحبيب امرأة في بني إسرائيل أغدق الله عليها من النعم رزقها الله بأصناف المال لم تشكر ربها ولم تطعم مسكيناً ولا أرمالةً ولا مريضاً ولا محتاجاً ولم تكن سبباً في أغاسة ملهوف أو في عطية لمحتاج لا والله بل كفرت بأنعم الله بطرت معيشتها ماذا صنعت؟ كان بجوارها صبي قضى حاجته فقامت هذه المرأة التي لم تشكر ربها على الخير الذي عندها فأخذت كسرة خبز فمسحت دبر الصبي يا الله بكسرة خبز أزاحت الأذى عن هذا الصبي ثم دستها في الطراب فما جاء الليل إلا وعد عليها قطاع الطرق فأخذوا المال والطعام والشراب والكساء وجعلوها قفراً لا مال عندها في اليوم التالي اشتد عليها حر الجوع لا تجد ما تأكله فتذكرت كسرة الخبز التي دستها في الطراب فكشفت عنها ثم أكلتها يا الله أما تشكر نعم الله عليك الآن نعمة الولد نعمة الزوجة الصالحة نعمة الصحة نعمة العافية نعمة الأمن نعمة الأمان قل الآن الحمد لله على نعم الله يا أخي الحبيب حاتم الأصم يقول أربعة لا يعرف قدرها إلا أربعة الصحة لا يعرف قدرها إلا المرضى اللهم عافي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين ثم بعد ذلك الشباب لا يعرف قدره إلا الشيوخ العافية لا يعرف قدرها إلا أهل البلاء الحياة لا يعرف قدرها إلا الموتى بل اسمع بعدما تصلي على رسول الله صلى الله عليك وسلم سيدي وحبيبي سفيان الثوري يقول ثلاثة ثلاث يورثن لك الغنى أردت الغنى في الدنيا أردت أن لا تسأل أحدا من البشر عطية أو مسألة استمع لما يقوله سيدنا سفيان الثوري يقول ثلاث يورثن لك الغنى لعق الإنى وجمع الفنى وترك الزنى صليت على رسول الله لعق الإنى نعم كناية عن الإدخار وعدم الإصراف والتبذير وجمع الفنى كسرة الخبز التي ترمى على الأرض أما جمعت كسرة خبز فأزحت عنها الأزى ثم أكلتها وشكرت الله عز وجل علم أولادك هذا لأنت لو عمل حواوشي تجد أن البنات قبل الصبيان قبل الذكور يتركن الحواف كسرات الخبز هذه تكون سببا في الغنى كذلك ترك الزنى ترك الزنى اللهم طهر قلوبنا وحصم فروجنا قل آمين آمين يا رب العالمين أمت ولي ذلك والقادر عليه للرزق أسباب أتريد أن تصبح غنيا في الدنيا هناك أسباب للرزق منها الاجتهاد العمل سيدنا عمر بن الخطاب يمر على أناس من اليمن فيقول من أنتم قالوا نحن المتوكلون ونسترك العمل وجلسوا في المساجد يعبدون الله قال بل أنتم المتواكلون أنتم الكسالة إنما المتوكل أي على الله من يرمي حبه في الأرض ويتوكل على بارئ السماء والأرض يمر على رجل يجلس في المسجد بلا عمل فقال تعالى من الذي ينفق عليك قال أخي قال أخوك أعبد لله منك لماذا تركت العمل قال بينما أنا في طريقي إلى مدينة رسول الله رأيت غرابا صحيحا يطعم غرابا كسيحا وأنا أكرم على الله من الغراب الكسيح إذن رزقي سيأتيني فقال له بعدما ضربه بالدرة بالجلدة التي معه يا لكع لما لا تكون أنت الصحيح يا لكع لما لا تكون أنت صاحب اليد العليا والله أعجب عندما يكون الرجل والشاب قويا فتيا يافعا لا مرض ولا يشتكي ألما ثم يأتي على الأبواب وقول لك بالله عليك سعدني يا أخي الحبيب اطرق باب الله عز وجل اعمل من أمس كان من عمل يده بات مغفورا له قالها الحبيب المصطفى صلى الله عليك و أسلم يا رسول الله من أسباب الغناء صدق التوكل على الله يا ربي رزقك في في أي مكان رزقك عند من؟ عند دولة؟ عند بنك؟ عند هيئة؟ عند منظمة؟ لا والله وفي السماء رزقكم وما توعدون عند الله جل وعلا لذلك يقول ربنا ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره وفيما يروي بن عمر قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرا تغدو خماصا وتروح بطانا هذه الطيور التي خرجت في الصباح الباكر بعد أذان الفجر تسعى على رزقها ضع مئة خط بل آلاف الخطوط ضعها تحت كلمة تغدو أي تتعب تكد تشتهد تعود منهكة من كثرة السعي على هذا الرزق يا أخي الحبيب تغدو خماصا أي لا طعام في بطنها وتعود بطانا وقد امتلأت البطوم بالطعام من الذي أطعمها إنه الله قيل لحاتم الأصم يا حاتم بما حققت التوكل على الله قال بأربعة أمور أما الأول علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي الله أكبر رزقك يا أخي الحبيب أيها المشاهد الكريم لن يأخذه غيرك كذلك علمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به علمت أن الله يطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية علمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء ربي يا الله ما هذا التوكل وما هذه الكلمات التي تكتب بماء الذهب يا أخي الحبيب أقال هذا الكلام فحسب لا والله كان يعمل ويجتهد عنده تسع بنات في يوم من الأيام دخل على البنات فقال يا أولادي أريد الحج هذا العام قال يا أبانا من يعولنا من ينفق علينا من يسعى علينا من يأتي بالطعام والشراب والدواء والكساء يا أبانا كانت عنده بنت عندها عشر سنوات تحفظ كلام ربها وتحفظ من سنة نبيها صلى الله عليه وسلم فقالت يا أبانا ما عهدناك إلا أكالا أنت تأكل وتشرب وقد عهدنا الله رزاقا فإذا ذهبت أنت وأنت الأكال بقي لنا الله وهو الرزاق ما هذا التوكل وما هذا اليقين فإذا به يذهب إلى رحلة الحج تاركا قليل الطعام وقليل الشراب يعني قلة في الطعام والشراب والزاد فلما نفض الطعام والشراب إذا بالبنات يقولن لأختهن أنت السبب أنت من جعلت أبانا يسافر إلى رحلة الحج من ينفق علينا من يكسونا من يطعمنا قالت لا عليكم وخلت بربها إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بالله صلت ركعتين بليل ثم قالت يا رب إنما نحن عالة عندك أتتركنا يا رب وأنت الرزاق أتتركنا للجوع يا رب وأنت الغني سألت ربها بليل فلما أصبح الصباح طرق الباب من قال أنا حارس خليفة المسلمين أبي جعفر المنصور ماذا تريد قال نريد كوبا من الماء أبو جعفر المنصور الخليفة كان في رحلة صيد نفد الماء واشتد عليه الحر فقال اسألوا أهل هذا البيت كوبا من الماء البارد فجاءت إحدى البنات وملأت الكوبا بالماء وأعطته للحارس فشرب الخليفة حتى ارتوى ثم عاود فشرب من معه من الحاشية هو الوزراء والقادة قادة الجيش فقال بيت من هذا قالوا بيت حاتم الأصم قال وأين هو حتى نسلم على هذا العالم الزاهد التقي الورع قال هو في رحلة الحج قال حق علينا أن نعين أهله ثم وضع يده في جيبه وأخرج كيسا به دنانير ذهبية وقال من أحب الخليفة فليصنع مثل ما صنع الخليفة وألقى بهذه الدنانير في عتبة الباب فجاء القادة والوزراء والحاشية والجنود حتى امتلأت العتبة بالدنانير الذهبية فضحك البنات وضحك أهل البيت وفرحنا فرحا شديدا إلا هذه البنت أخذت تبكي قالوا لها ما يبكيكي وقد وسع الله علينا أصبحنا من أثرياء المدينة فقالت لهم أبكي لأن مخلوقا نظر إلينا فاغتنينا فما بالكن لو نظر إلينا الخالق وهو الله يا الله الله ينظر إليك اسأل قل يا رب اغنني عن سؤال الناس يا رب اشفي مريضي يا رب ارفع عنا الوباء والبلاء ارفع عنا سيئ الأسقام أنت ولي ذلك والقادر عليه كذلك من أسباب زيادة الرزق ومن أسباب البركة في الرزق أنك تحسن العبادة لعم الشيخ آه نعم فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هذا إن روح القدس نفث في روعي بأن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فلا يستطئن ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته بتشرب دخان وتقول لي مش لا يجي ما فيش بركة في المرتب بتشرب مخدرات وحشيش وتقول أولادي يعني فاسدين أولادي عاقلية اصلح ما بينك وبين الله يصلح الله لك كل شيء أخي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي النسائي وفيما يروي أبو داود والترمزي من حديث عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي أبو هريرة قال رسول الله قال الله تعالى عبدي عبدي تقرب إلي بعبادتي أملأ قلبك غناء ويديك رزقا الله أكبر أنت واخد بلك من الكلام طيب صلى على حبيبك صلى الله عليك وسلم يا رسول الله تقرب من عبادة بعبادتي تقرب إلي بعبادتي أملأ قلبك غناء ويديك رزقا ولا تباعد مني لا تبتعد عن ربك لم يا رب ولا تباعد مني فأملأ قلبك فقرا ويديك شغلا اشتغل كتير جدا ويعمل كثيرا ولا يجد برك في مال ولا في ولد ولا في طعام ولا في شراب أنت السبب إيه وربي تب إلى ربك وارجع بل ابن مسعود يروي حديثا جاء عند الإمام الترمزي وعند النسائي يقول فيه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم من نزلت به حاجة وفي رواية من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لا يسد فقرة يا الله ومن نزلت به فاقة وأنزلها بالله يوشك الله أن يرزقه عاجلا أو آجل يا الله صدق النبي صلى الله عليه وسلم إسأل ربك نعم إيه وربي كانت هناك امرأة لا أقول من زمن الصحابة طيب معنا اتصال إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله أتفضلي وعليكم السلام ورحمة الله لو سمحتها كنت عايزة بس أقول لك على حاجة الله يبرك اتفضلي أنا وزوزي حاضرة يعني علينا ديون وظروفنا صعبة ما يعمل بها الله ربنا تمام تمام في حاجة عملناها أنا و هو قلنا غزبا عنين لحاجة ما تفضلي علينا قاعدت حضرتك اللي هي نوالك فتوفق واتخلقنا طلق صورة عشان خدر نقبل معاش ونسده اللي علينا طيب أنا معلش عيدي بقى تاني كده طيب عملت إيه إنت وزوجك حضرتك اتخلقنا طلق صوري وعشان خدر نقبل معاش تمام 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 هو حسنة بشتغل بياخد مرتب والمعاش اللي أنا باخده نسد ديون بنلاب ديون بتقتر علينا وظروفنا ما يعلم بها لربنا ومشاكل كل على طول مش لقين لبرك الله فزجل فلسجل اي حاجة مفيش جنيه بيوفر في ايداني أنت أم إيه إيه ابنك اسمه إيه ياسين ياسين ماشي يا أم ياسين في أي سؤال تاني أم ياسين لا حاجة الله يبريك لك بس معلش تحت عمرك تفضلي هي أنا زي ما حقيت لك ظروفنا دلوقتي هي في حصلانا مساكل كثيرة وأنا عايز أبعد فهل المساكل ديون نحن فيها بسبب غضب من الله في اللي احنا عملنا دا ولا هي حياة كده ولا إيه الظبط أجيبك إن شاء الله يا أم ياسين أجيبك إن شاء الله يعني سبحان الله أم ياسين تقول بأنها يعني زوجها طلقت لك سوري حتى تحصل على المعاشر طيب يا أم ياسين أنت طلقت الآن رسمي يعني في المحكمة أنت مطلقة يعني أمام القانون أنت مطلقة أمام الله عز وجل وأمام الناس أنت ارتكبت أنت والزوج جرما عظيما اللي هو الحصول على حق ليس لكم لماذا؟ يعني أنت أخذت حق الفقراء وأنت أطعمت الأولاد الحرام أنت والزوج والله عز وجل يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا يا الله معيشة ضنك أو ما فيش بركة لما؟ لأنكم تأكلون الحرام دح ابن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي أبو هريرة رضي الله عنه كما جاء عند الإمام البخاري من حديث صحيح للحبيب النبي قال رسول الله ليأتين على الناس زمان لا يبالي المر بما أخذ المال أمن الحلال أم من الحرام رواه البخاري بل إن حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني وإياك أن نأكل الحلال فيما جاء عند البخاري ومسلم من حديث لأبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ثم ذكر رسول الله الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك فاتركوا الحرام ولكن سيخلف الله عليكم إن شاء الله بالحلال كذلك من أسباب الرزق إحسان العبادة كانت هناك امرأة سجن زوجها ظلماً فإذا بها تذهب إلى بيت أبيها وكان رجلاً فقيراً وإذا ببنتها الوحيدة الصغيرة الرضيعة اشتد عليها المرض كان عندها سخنية جداً مرتفعة فإذا بها تقول فقمت أصلي الليل وأنا أقول يا رب اش في بنتي واش في مرضى المسلمين يا رب عافية ألبسها تاج الصحة والعافية الساعة 12 بالليل طرق على الباب من؟ قال الطبيب فنظرت إلى أبي وأبي ينظر إلي متعجباً ففتح الباب فعلاً وجد رجلاً معه حقيبة قال أين البنت المريضة؟ قالوا ها هي يا دكتور كشف عليها وبعد ما أتم الكشف وكتب الرشدة وقف على الباب قالت يلا يا ست يلا يعمل حاج خير يا دكتور الكشف قالوا له كشف هي يا دكتور والله إحنا نايمين من غير عشاء إحنا بيتين من غير عشاء لا نملك أن نأتي بالطعام والشراب قالوا صحيح أنتم عندكم الزوج تتصلوا علي في أنصاف الليالي وبعدين تقولوا معاناش فلوس إيه جلة الزوج اللي عندكم دي قالت له والله يا دكتور إحنا أصلاً ما عندناش تليفون قال لهم بيت مين ده قالوا له فلان الفلاني قال ليس بيت فلان قالوا له لا ده الشقة اللي ينبنا قال قصتكم والله ما أرسلني الله إلا لكم إيه القصة قالت زوجي سجن ظلماً وأنا لا أجد لا طعام ولا شراب ولا دواء فذهب الطبيب بنفسه وأحضر الدواء من الصيدلية وجعل لها راتباً شهرياً حتى خرج زوجها من السجن الرزاق من؟ من إلا في أرسله؟ إنه الله أحسن العلاقة بينك وبين ربك طيب معنا الحجة فايزة سلام عليكم سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا حجة ربنا استورك يا حجة الله يخليكم بارك فيه بضم صوتي لله ولحضرتك تمام ديني عشرين سنة أنا وعيالي مضرورين من الأعمال والسحر وروح لمشاه كثير بالقرآن قالوا لي مش هينفع لأن الست دي بتعمل لكم عمال ورحمة هي جارتك يا حجة؟ نعم جارة لك ولا قريبة؟ الله يستعي لها بسي أنا طلبة دعاك كده قدام الناس كلها ربنا يخلصني منها يا رب ابني مات فأني بياخد شريط منوم وكل ما رسل الشيخ يقول لي دعمنا له بعدا من يوم شريط منوم ما ينامش واني لفت عندي بكاترس مصر كلها علشان إنني أنام بياخد منوم وأنام وأياني كلهم قاعدين للشغل ومضروبين وأحسادي والبيت كله والفضيلة الشيخ حاضر يا حجة فايزة أجيبك إن شاء الله أنت عندك أي سؤال تاني غير داي حجة فايزة؟ عندي عشرين سنة في المرور ويقر من تحت راسها حاضر 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 أجيبك إن شاء الله سلام عليكم أستاذ الشهادية سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله فضلي قال فضلي لو سمحت فضلت الشيخ أنا عندي سؤالين تحت عمرك السؤال الأول أنا عندي بنت عمرها أربع شهور هل لو أنا كنت متوضية وأوضيها بينقض وضوئي؟ حاضر ده السؤال الأول السؤال الثاني أنا وصلت لي معلومة إن المطر في الصيف غضب من ربنا هل المعلومة دي صح ولا غلط؟ هل إيه؟ المطر في الصيف غضب من ربنا هل المعلومة دي صح ولا غلط؟ اسم بنتك إيه؟ بنتي اسمها أسماء ماشي يا أمو أسماء ربنا بيريكلك فيها ويحفظها من كل سوق طيب معنا الأستاذ نادية سلام عليكم عليكم السلام ربنا يسترك ويسعدك يدى الله تقاك ومن خير أعطاك ومن النرى وقاك وجعلوا يفرضون مقوات إن شاء الله اللهم أمين يا رب لذات الله خلال طب ليه عند حضرتك بش فيه مقولة مثلا أو حديث تقول إن الرجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل للجنة تمام تمام أشفى كان اتنين بيجادلوا مع بعض فأنا حبيت أشأل حبيتك وفيه تاني أسروا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأصحام وصلوا بالليل والناس نيال تدخلوا الجنة بسلام اللي بيبناشي بجزء أنا أطور دع حضرتك ومنتجم بكل شيء بس مع الأسف بيأكل حاجة ويشتم هاجة وبيتعمل مع الناش بكبر حاض عايزة مع رباء عشان كان فيه اتنين بيجادلوا مع بعض بس إن أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل في جنة وصلت الثاني بيقوله لو مش منتجم بالباقي طبعا مش هيدخل الجنة فأنا عايزة أشأل بقى حديثك ويجي تفشيل لو شرح أجيبك إن شاء الله معنا مماروان عليكم السلام ورحمة الله لو سمحتي حضرتك بالصحة والسلامة والسادة المشاهدين اتفضل يا مماروان أنا عند ابني أنا جزء مسافر برة والحمد لله الحلمت يا الصارة بس على طول ابن سعبان وعيالة عبانين وبيخاف من الحرم موت والحمد لله إحنا يعني مش بندخل عنا جرش حرم الله بس مش عارفة ليه ابن سعبان على طول ابنك الوحيد يا مماروان لا معايا ولد كمان وبنت ربنا يشفه لك ويلبسه تاي الصحة والعافية ربنا يخلك يعني الشهر حاضر أجيبك إن شاء الله أي سؤال تاني يعني أنا على سلطة عبان والله مبناء من حاجة تغضب ربنا خالص طيب أجيبك إن شاء الله حاضر أي سؤال تاني طيب الحجة فيزة من عشرين سنة بتشتكي يعني فيه سحر يا حجة فيزة أيها المشاهد الكريم يا أختاه قل لا يعلم الغيبة إلا الله ولو كنت وأعلم الغيبة لستكثرت من الخير وما مسني السوق أحياناً الوحدة تروح لواحد ساحر أو مشعوز يقول لا أخذي بالك فلانة الفلانية دية هي اللي عمليك سحر وإنت بتكلوا في سحر وبتشربوا في سحر وإنت أولادك كلك هيموتوا وهتمردي ومش هتعرفت نامي الأمر بيد الله يعني الواحد فينا لو بيمر على قطيع من الغنم ونبحه كلب القطيع طلع عليه الكلب ماذا يفعل يعني قال أحد العقلاء أرميه بالحجر قال يطول بك المقام ولكن لو ناديت على رب الغنم تنادي بس على صحبه هينادي عليه فخلاص ينقطع عنك النبيح كذلك ولله المثل الأعلى عندما تشعرين أن هناك الحالة النفسية غير مستقرة المزاج مش كويس أني جسمي دايما تعبان وعندي مرض أني أولادي دايما حالتهم مش طبيعية ألجأ إلى من؟ إلى الله عز وجل النبي بيّن لنا هذا يعني يقول رسول الله إذا قال العبد إذا أصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء حتى يمسيه فعليك بهذا الدعاء قولي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وعليك يا حجة فيزة بقراءة سورة البقرة طب يا عم الشيخ أنا ما بعرفش أقرأ ابنك اقرأها بنتك طب اسمعوها لما بتعرفوش تقرأوه وإن شاء الله ربنا ينجيكم وإذا كان الأولاد يشتكون من المرض فعليك بالصدقة لأن سيدنا عبد الله بن المبارك جاءه رجل فقال أشتكي قرحة في رجلي في قدمي قال له وذهبت إلى أمهر الأطباء ولم تعالج قال اذهب إلى مكان ليس فيه ماء فاحفر فيه بئرا من الماء فإذا نبع الماء جف الصديد والقيح وفعلا ذهب الرجل وتصدق ببئر في مكان ليس فيه ماء فما إن نبع الماء وشرب منه الموحدون من أمة رسول الله حتى شفي هذا المريض وإذا مردته فهو يشفين ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين بأم أسماها بتقول بنتي عمرها أربع شهور فهل يتنقضوا ضوئة لو أنا عملت لها حمام يعني حول كده لا تلمس العورة طيب إذا أنا لمست العورة بتعتها وأنا بخس الله وكده كده لازم ألمسها يبجدد وضوءك تاني يا أم أسماء إن شاء الله المطر في الصيف هل هو لعنة وغضب من ربنا لا يا أم أسماء هذا الكون بيد الله عز وجل يتصرف فيه كيف شاء الله عز وجل بيّن لنا قدرته في هذه الأيام أتدري أن كورونا هذه أيها المشاهد الكريم يعني التي قتلت هذا وأبادت هذا وضمرت اقتصاد هذا البلد الكبير وهذه الدول العظمة أتدري أن كورونا هذا جند من جنود الله وما يعلم جنود ربك إلا هو فالله يتحكم في سمائه وفي أرضه وفي جنوده كيف يشاء وفي أي وقت يشاء طيب الأستاذة نديا بيقول يعني في إيه واحد بيقول بيشي السلام ويطعم الطعام ولكنه يأكل حق الناس بيأكل حق الناس أقول لك احذر لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي أبي حميد الساعدي قال قال بعث رسول الله رجلا من الأزدي قال عمر وقال ابن عمر أي على الصدقة فجاء الرجل فقال هذا لكم وهذا أهدي لي فقام النبي فصعد على المنبر وقال ما بال ما بال عامل أبعثه إلى مكان كذا فيأتي إلينا فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا والذي نفس محمد بيده ما من أحد يأخذ منها شيئا أي من الحرام ما من أحد يأخذ منها شيئا إلا وجاء يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء الرغاء صوت الإبل أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر وذا صوت الشاه ثم يكمل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فرفع النبي يديه حتى رأينا بياض إبطي رسول الله ثم قال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت وفي رواية قالها النبي مرتين صلى الله عليك وسلم يا رسول الله فأنت يا من تأكل الحرام يا من تأكل حقوق الناس ستأتي يوم القيامة وأنت تحمل هذه البيضة هذه الشاه هذه البقرة هذا البعيد هناك من يأتي أخي الحبيب وهو يحمل عمارة هناك من يأتي أخي الحبيب وهو يحمل بنك هناك من يأتي أخي الحبيب وهو يحمل الأراضين هناك من يأتي أخي الحبيب وهو يحمل أمة لأنه استحل أموالها وأكل طعامها واستحل شرابها ولا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد أم مروان بتقول زوجي مسافر وابن دايما مريض يا أم مروان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني علم أبا بكر نص صديق حتى قال سيدنا أبو بكر الذي شرب العلم من رسول الله داووا مرضاكم بالصدقة زوجك ربنا كرمه وانت ربنا موسع عليك خذي يعني القليل القليل من المال الذي أنعم الله عليك به واذهبي إلى أم تربي في أيتام إلى مريض لا يجد ثمن الدواء وقول بالله عليك ادعي لابن المريض اخرج من عنده وقول يا رب بحق هذه الصدقة اش في ولدي مروان او اش في ابني فلان والله الذي لا إله غيره ولا معبود سواه ستجدين الخير إن شاء الله يا أخي الحبيب طيب معانا التصال من الشرقية السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بزاك يا شيخ الله يسترك مرحبا بأهل الشرقية مرحب بيك يا شيخ لو سمحت بس أنا عندي يعني بس سسمحك يعني حالة إنسانية بس طيب اتفضل أنا والله عندي بنت تعبانة عندها دمور في العضلات اسم حضرتك إيه إنها اسم أحمد من الشرقية طيب يا أستاذ أحمد أستاذ حضرتك هتسيب رقم حضرتك في الكنترول وإن شاء الله هيتوصلوا معاك بعد الحلقة إن شاء الله إن شاء الله نكلموك بعد الحلقة سلام عليكم حاجة شديا اتفضلي طيب الحاجة نعمة معانا سلام عليكم أنا عليك السلام ورحمة الله وبركاته أيها الشيخ اتفضلي يا حاجة نعمة طيب حاجة نعمة انت جردت جميع الطرق يعني حاولت تعملي جمعية طرقت باب أبواب الناس اللي بيطلعوا القرد الحسن ما حدش بقى عايز ساعدني في حاجة فهوة آخر حاجة بقى توصلت لها نسألولي روحي أخذي قرد وصدي كل شعر من معايش طيب أجيبك يا حاجة نعمة عندك أي سؤال تاني؟ آه عندي أختي يا شيخ على طول نفسيتها تعبانة حاسة بإحساس المدة على طول كده هو إيه السبب؟ يعني عايزة حاجة تهديها كده من الإحساس اللي ملازمها هي متعلمة يا حاجة نعمة؟ لا هي ست بيت قاعدة في البيت بتصلي ولا ما بتصليش؟ آه بتصلي وبتصلي اللي صلت في وقتها طيب أجيبك إن شاء الله طيب معانا للأستاذ نوها سلام عليكم حلاكي السلام حلاكي السلام طب أستاذينك يعني اخفضوا صوت التلفزيون وكلميني من الهاتف كميش فضالي يا شيخ أنا أنا من نوايا لما بشوف رؤية تفسر على طول يعني أنا مثلا أشوف الرؤية وفصرها وبتحصل زي ما بفصرها بالزبط فبعض أصدقاء بيلجأوني في أن أنا بفصر لهم الرؤية وبتحصل زي ما بفصر بالزبط حالكي ده اسمي علي أن أنا مثلا أنت بتفسريها عن علم مثلا آآ يعني آآ بقى أنت قرأتي في كتاب محمد بن سيرين مثلا لتفسيل الرؤى أو في أي كتاب آآ لتفسيل الرؤى أو بقى ببحث في الحاجات دي لأن أنا لأن Yours ببصنها اللي بشوف رأيها بتحقق لما بشوفها زي ما بشوفها زي ما بتحصل الزي ما ده إلعني في الحاجة من عندي ربينا علي طيب دي هداية من عندي ربيك على تير من عندي ربي نير طيب من عندي ربيك على إن غسنة أو بقي ان شاء الله. اي سؤال تاني? اتفضلي. هل برضو تأخير الجواز? هل تأخير الجواز للينا يعني? ده عقاب من عند ربنا ولا سواب ولا ايه بالضبط? عايز افهم. يعني انا بنصلي ونقوم وبنعمل كل علينا وضمارة ومطيعين لله يعني الحمد لله رب العالمين. فانا مش عارفة خايفة يكون دعا عقاب من عند ربنا. اما بيحتلش توفيق في الجواز. مش عارفة ليه. والدتك عيشة? اه والدتك عيشة الحمد لله. خليها تدعيلي. خليها تدعيليك يا سجدة. وتخلص لك الدعاء. وانا هقول لك ان شاء الله. هقول لك و هقول لكل مشاهدين الان على دعاء. باذن الله باذن الله. هتبشرين بالخير يعني في الحلقة القديمة في الاسبوع القادم. وتقول للي ان شاء الله ربنا كريم نيوي العريس جه. ماشي. اي سؤال تاني? اسعدك الله. هل هل يا فندم تبقي سؤال تاني يا شيخ. قادة انت هتاخد الحلقة نفسك بقى او سنوها. اتفضلي. اه اه بقى انا شفت النفس يا فندم ان الامر وقى في حجر مرتين. اه اه طب اجيبك ان شاء الله يا حاضر. معانا مبشار. السلام عليكم. عليكم السلام يا مبشار. اتفضلي. اولا يا شيخة نبني تعمله عمل وعنده 14 سنة هو. تمام. العمل ده صحي سفلي. وهو بيشوف حاجات وقعد 28 يوم كان تعبان. المهم يعني هو في الاحلام بتاعته كان بيشوف اه واحدة. كل شوية يكلم ربنا يبص للسم ويقول يا رب وريني اللي ازاني مين. تمام. فبيبص يلاقي واحدة قتامه الشهة اسوط جدا. تمام. بتقول لنا اللي ازيتك. الحلم ده تقرر معك اذا مرة. والحلم التالت. هو واقف كده ماسك سكينة ويقول يا رب لو هي اللي ازيتني خل السكينة دي حامية. ولو هي مظلومة خل السكينة تلمى. فبص لقى السكينة في ايه رار راح داخل عليها. وقسمها نصين. ولقى واحد جاي. لابي فابيض فابيض. وبص الربنا كده قال له انت امرت وانا فعل. طيب. اجيبك ان شاء الله حاضر. حاضر يا مبشار. اي سؤال تاني. ايوة. اخر حلم بس يا شيخ. فضالي. اه. في واحد جاله اخر حلم ده من الايام اللي فاتت ديك. واحد جاله قال له يا بشار تعالى. اشرف من المياه دي. ومجمد بقة. راح بص لقى كعبة. وطلق منها حنفية. شرب من المياه. واتمجمد. وام من نوم. تاني يوم حلم بنفس الشغل. لقى ابني انا بيعيض. تقول له ما تعيضش. لان حقك هيجيلك قريب. طيب. ارجو منك ان انت تجهده دعوة. حاضر. ربنا يا رب يلبسه تاج الصحة والعافية. وان شاء الله يسعد في الدنيا والاخرة. باذن الله. حاجة نعمة طبعا مطلقة. وعندها بنت. والبنت دي عازة تتزوج. وهي بالدور على قرض. والله عيب على كل غني. يسمعني الان. عيب على كل ثري. يشاهد الحلقة الان. ولا يسعد هذه المسكينة حتى تذهب الى الربا. الربا. يعني رجل طالب من الطلاب. وتلميذ من التلاميذ. يذهب الى احد المشايخ ويبكي. قل له عم الشيخ بالله عليك. ادعي الابوي احسن ماتي النهاردة. قال له عظم الله اجرك. ورحم الله اباك. الولد جلس قدام الشيخ. وبكاء هستيري. بكاء غريب. قال له يا ابني. اصبر واحتسب. لقد مات رسول الله. قال له يا عم الشيخ. والله انا على يقين بان الموت حق. ولكن ابكي على الحالة التي مات عليها ابي. قال كيف مات ابوك. قال ابي كان رجلا غنيا. سريا. قويا. صاحب صحة وعافية. في يوم الايام وحنا ابناه كل النهاردة. وحنا ابنه غده. اذا ببطنه قد تألمت. فقام على الحوت. ليستقي. فاذا به لا تحمله قدماه. فجاء الى عين المرحاض. حتى لا يلوث المكان. واخذ يستقي. فلا يستطيع. حتى كتم الصوت. لم نسمع له صوت. فقالت لي امي انظر على ابيك. انظر لأبيك. فقال ذهبت فوجدت ان ابي قد فارق الحياة ورأسه في عين المراحي. يا الله. فقلت لأمي. الولد بيقول لأمه. ماذا كان يصنع ابي. قالت يا ابني ابن ابوك. ابوك كان يخرج الالف بالف وخمسمائة. فازاي تخلي وحدة زيدي. تروح لقرض. وكل قرض جر نفعا فهو ربا. فيا اهل الاحسان. ويا اهل الغنى. ويا اهل الثراء. لا تترك مثل هذه المرأة. تذهب وتأخذ قرضا. وتدخل على بنتها. وعلى عرس بنتها. شيئا من الحرام. طيب. عندنا الاستاذ نوها. بتقول انا بفسر احلام. يعني لا تفسرين احلاما. الا اذا كنت على علم. من افتى بغير علم. فقد ضل واضل. من افتى بغير علم. فقد ذبح بغير سكين. فديما وابدا تحدثي عن علم يا اختها. طيب تأخير الزواج هل هو ابتلاء من الله؟. اهو طبعا ابتلاء من الله. ويحتاج الى دعاء. و الى تذلل. و الى خشوع. و الى استغفار. وخذ مني الدعاء ده. بل من حبيبك النبي على لساني انا. يعني صلي ركعتين. ركعتين بنية قضاء الحاجة. قلي الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. لا اله الا الله. الحليم الكريم. سبحان الله. رب العرش العظيم. اسألك موجبات رحمتك. و عزائم مغفرتك. والعصمة من كل ذنب. والغنيمة من كل بر. والسلامة من كل اث. والفوز بالجنة. والنجاة من النار. ثم اسأل الله ما شئتي من امر الدنيا والاخرة. سيحقق لك باذن الله. ام بشار بتقول لي ابن تعمله عمل. والعمل ده سفلي. طيب انا اقول لك حاجة ام بشار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر في جماعة فهو في زمة الله. قراءة اية الكرسي في الصباح والمساء لا يستطيح اي جني باذن رب الارض والسماء ان يدن منك. فعليك بهذا اي بالصلاة والمحافظة على الصلاة في وقتها. وعليك بالمحافظة على الاذكار التي علمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سل الله الشفاء لولدك ان شاء الله يشفى باذن الله. طيب معانا الستاذة سوا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. فضالي حضرتك. بعد اسم حضرتك انا عملت عملية في المسالك البولية والنتج عنها تبول لاراض. تمام. فدلوقتي انا مش عارفة اصلي بسبب الموطوع ده. والملابس بتاعتي يا شيخ. لما يجي عليها ابو المفروض ان انا اغيرها. حاضر اجيبك ان شاء الله. اشان انا افضل كده اغير اليوم كله لان الملابس بتبهت يعني. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يلبسك تاج الصحة والعافية. وان يبدلك بهذا المرض يعني صحة وعافية وسعادة ورضا في الدنيا والاخرة. انه ولي ذلك والقادر عليه. طيب يا استاذة سوهة. بالنسبة للمسالك البولية طالما فيها مشكلة وفي تبول لا اراضي. ينطبق عليك انك من اصحاب الاعذار عامل زي اللي عنده سلس بول. فانتي تعملي ايه. يعني احط مثلا حفاضة او حاجة على الملابس الداخلية. ثم بعد ذلك اتوضأ لكل صلاة. صلاة الصبح بوضوء. صلاة الظهر بوضوء. صلاة العصر بوضوء. صلاة المغرب بوضوء. صلاة العشاء بوضوء. طيب يا عم الشيخ وانا بصلي. احيانا بينزي البول مني على الثوب اللي لنا لبساه. هل كده اغير؟ لا ما اتغيريش. ليه؟ لانك من اصحاب الاعذار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الدين يسر. ولن يشاد الدين احد الا غلبة. فسددوا وقاربوا وابشروا. بل بعدما تصلي على رسول الله. جاء رجل الى مجلس ابن عباس. وكان هناك طاووس. وهذا من العلماء. وناء وغيره وغيره من اهل العلم. فقال اني سائلكم. ارأيتم الماء الذي يكون منه الولد. ينزل بعد البول. اتوضأ ام اغتسل؟ قالوا توضأ منه. قال انا لله وانا اليه راجعون. قال اغتسل منه. قال انا لله وانا اليه راجعون. كنت اتوضأ. اذا ساعيد الصلاة منذ دخلت في الاسلام. كان سيدنا ابن عباس بصلي. فاسرع في الصلاة. ثم اقبل على هؤلاء. وقال عن من افتيتم الرجل. عن كتاب الله. قالوا لا. قال عن سنة رسول الله. قالوا لا. قال عن رأي صحابي. قالوا لا. قال لذلك قال النبي عالم واحد. اشد على الشيطان من الف عابد. ائتوني بالرجل. تعالى يا رجل. فجاء الرجل. قال له ابن عباس. اتجد خضرا في جسدك. قال لا. قال اتشعر انه يخرج دفعا. قال لا. قال هذه رطوبة. توضأ منها. فمشى الرجل وهو يقول جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. فانتي ليس عليك احرج احجسها. ويا بنتي الغالية. وانتي ان شاء الله كل هذا المرض في ميزان حسناتك. ان شاء الله. واسأل الله عز وجل ان يلبس جميع مرضى المسلمين الصحة والعافية. انه ولي ذلك والقادر عليه. الرزق عليك ان تعلم بان الرزق ليس في المال فحسب. الرزق في الصحة. احيانا يكون انت عندك قوت يوم بيوم. بس صحتك كويسة. في يوم الايام احد رجال الاعمال يمر على بعض العمال من المصريين وهم يعملون في الحقل. في حر شديد. فاذا به يمر عليهم بالسيارة الفارهة. فاذا بهم يقولون يقول احدهم. دي الناس اللي عيشة. مش احنا بن سف طراب. الرجل سمع. قال للسواج ارجع يا ابن. ثم نزل الى هؤلاء العمال. قال لهم السلام عليكم رجال الله يجويكم. من الذي قال كذا وكذا. طبعا كل واحد. بيش عايز يتكلم. قال خليه راجل بس والله ما هعمل له حاجة. قال له انا. قال له تعالى. عندك اولاد. قال له عندي اربعة من الاولاد. اربعة من الاولاد الذكور. قال له صحتك عمله ايه. قال له حديد. بس مش لقين اللضة بنسفه طراب. قال له طب ايه رأيك. انا رجل عندي خمسة وستين سنة. قال له تمام. قال له عندي رصيد في البنوك. وعندي مصانع وشركات. ولكن يا ابن الحبيب. انا زرح كبد. وزرح كله. وانا عقيم لا قلد. ايه رأيك تاخد اللي عندي واخد اللي عندك. قال له لا 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 لا. ده الحمد لله. خليك باللي عندك. وخليهني بالله عندي. الحمد لله. الحمد لله. فدائما وابدا. اشكر الله على ما انت فيه. واعلم ان الرزق ليس في المنصب. المنصب ده ربما يكون بلاء. ما تتمناش انك تبه مدير عام مثلا. او رئيس قناة. او رئيس شركة. او رئيس مصنع. لا يا اخي الحبيب. ده سيدنا ابو ذر. يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول. ألا تستعملوني يا رسول الله. قال يا ابا ذر. درب النبي على منكبه. وقال يا ابا ذر. انها امانة. وانت ضعيف. وانها يوم القيامة خزي وندامة. الا من اخذها بحقها. وادى الذي عليه فيها. فاذا به. يعني ابن السماك. عندما دخل على هارون الرشيد. هارون الرشيد. كان ملكه من الشمال الى الجنوب. ومن المشرق الى المغرب. كانت تمر عليه السحابة في السماء. فيقول لها. امطري حيث شئتي. فسيأتيني خراجك ان شاء الله. فاذا به في يوم من الايام يدخل عليه ابن السماك. وامامه كوب من الماء. فقال له. يا خليفة المسلمين. ارأيت لو اشتد بك العطش. حتى اوشكت على الموت. بكم تشتري كوب الماء الذي امامك حتى تشرب. وتروي ضمأك. قال اشتريه بنصف ملكي. قال شربت. ثم حصر فيك الماء. الماء. ثم حصر فيك الماء. فاذا به يقول له. بكم تشتريه. قال اشتريه بنصف ملكي الاخر. فقال اشرب هنيئا مريئا. وافن لملك لا يساوي كوب ماء. فاحمل الله على ما انت فيه. واسأل ربك على دوام الصحة والعافية. اللهم ارحم ضعفنا. وتولى امرنا. واحسن خلاصنا. وفك اسرنا. نعوذ بك من علم لا ينفع. ومن قلب لا يخشع. ومن لسان لا يذكر. ومن جسد على البلاء لا يصبر. اللهم هيئ لمصر من امرها رشدا. اللهم من اراد بلدنا بخير فاعنه عليه ووفقه اليه. ومن اراد بلدنا بسوء فاجعل تدبيره تدميره. واجعل كيده في نحره. واجعل كيده في نحره. اللهم ربي لنا اولادنا. اللهم احفظهم لنا يا رب العالمين. اللهم اجعلهم زخرا لنا في الدنيا والاخرة. دمتم في امان الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله.